ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم نرمين من قناة افكار حلوة مع نرمين لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد وتعملوا لايك وشير للفيديو ويلا بينا نشوف هنعمل مع بعض ايه النهاردة اول فكرة معنا ده غطا علبة بلاستيك ودي زي كسترات كده من الخشب كانت قديمة عندي فانا قصتها واخدت الخشب ده كانت هي عبارة عن خيوط كده يعني متربطة بالخشب هاخد الخشب ده وابداي ان انا بقى ألزقه بالشكل ده كده على الحروف بتاعة الغطا بالشكل ده كده وناخد كمان الصفة التانية بالشكل ده وبعد كده بقى بعد ما عملنا تلات صفوف جيت اعملت بقى سبت زي فراغين كده بحيث ان دول هيبقوا فتحتين للشباك وبعد كده بقى جبت الخيط ده واخدت فيه الخشب ده كده اخدت يعني ادخلهم وألزقهم في بعض بالشكل ده بحيث انهم ما يبقوا يعني في الخيط وفي نفس الوقت كمان ملزوين في بعض عشان يبقوا يعني مسكين كويس جدا في بعض بالشكل ده كده وبعد كده بقى ألزقها في الجزء ده هنا كده عشان الشباك بالشكل ده ونبدأ نكمل الخشب تاني وهنا بعد ضنطيل لزقته كده من النص من الجنب عشان يبقى زي ستارة للشباك عملت أربع وحدات وهلزقهم من جوه بالشكل ده كده بعد كده بقى جبت خط الخيش وهلزقوا بالشكل ده كده هنا في الجزء الأبيض ده يريد بقى لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير هنا عملت بقى من فوق ومن تحت بخط الخيش ومن جوه يعني غلفتها بقماش الخيش ودي كارتونة برضو غلفتها بقماش الخيش وحطتها في النص بالشكل ده كده وده بقى يعتبر كده الشكل النهائي للفكرة الأولى يعني نقدر نستخدمه في أي حاجة نحط فيه ميكوب نحط فيه أي حاجة احنا عاوزينها ودي كانت الفكرة الأولى ويلا بينا نشوف الفكرة التاني إيه زيزة زيد بلاستيك هبدأ ان انا بقى أقص الجزء ده كده اللي تحت أخده وبعد كده أجيب خط الخيش وألفه على الجزء البلاستيك اللي معي بتاع الزيزة الزيت ونلفه عليها بالشكل ده كلها كده وبعد كده هنغلفها من جوه بالقماش الكارو ده وعملنا كارتونة على قد القعدة من جوه وغلفناها بالقماش اللي هو الكارو وهبدأ ان انا ألزعها من جوه كده وعملت كمان قطعة في النص كده برضو من الكارتون وهاغلفها برضو بنفس القماش وهنا أخدت برضو من العلبة البلاستيك عملت زي إيد وهلف عليها خط الخيش وسايبة من تحت كده يعني كل جزء من تحت سايبة فاضي ما حطتش عليه خط الخيش عشان أعرف ألزعه من جوه بالشكل ده كده وهبدأ بقى ان انا أحط كمان الكارتونة اللي انا عملتها في النص بالشكل ده وقصت زي شريت كده رفيع من القماش الكارو وهعمل له كسر كده بالشمع لزها وعمل لها كسرة بالشكل ده وبعد كده بقى جبت زي دونتيل كده وهلزعه على الحرف وعملت فيونكات فيونكتين واحدة من هنا واحدة من هنا وهنحط بقى زينة كده من قدام بس بالشكل ده كده وده الشكل النهائي نقدر نستخدمها في اي حاجة نحطها على الصفرة نحط فيها ملح وفلفل مثلا او نستخدمها في المطبخ نحط كابريت واللعة كده يعني نجي بال للفكرة التالتة دي علبة بتاعة ايس كريم ودي عصيون الشيش طووب الصنوم طبعا يعني كلهم عمليهم مع اسواحد وهبدأ ان انا ألزقهم على العلبة كده من برا بالشكل ده كده وهنا بقى بعد ما خلصت كده العلبة كلها بالعصيون هنجيب بقى خط الخيش ده وهبدأ ان انا ألزقه على العلبة ولفه كده بنلف بقى بالشكل ده كده لحد ما نخلص الجزء اللي هو عليه العلبة نفسها وبعد ما خلصنا العلبة هنيجي بقى للفرق اللي هو الجزء المفرق ده وهنجيب بقى خط المكرومية ده وهلف كده بالشكل ده كده بنلفها على كل واحدة ونفضل طبعا بنلف الحد ما نخلص الطول بتاع العصيون بعد كده بقى هممكن نجيب سلك ربوت ده زي خراطيم رفيعة كده عندي بلف عليها بقى خط الخيش بحيث ان انا اعمل الايدين اللي عنده سلك ربوت او عنده اي حاجة تنفع عادي مش هتقول لا بعد كده بقى هبدأ ان انا احط شمع على الربع كده اللي هو اللي من تحت من هنا ومن هنا وهلزقها بالجنبين بالشكل ده كده عملتلها زي ايدين وهجيب بقى وردات من الفوم والزقها عليها من قدام وده شريط من اللولي هلزقه برضو كده وهنحط كمان في النص كده برضو وده الشكل النهائي ده زي يعني منظم كده نحط فيه بقى الاقلام بتاعتنا الفورش اي حاجة اتوك مسلا اكساسفورات تكون صغيرة اي حاجة نقدر نستخدمها ودي الفكرة التالتة ويلا بينا نشوف الفكرة الرابع دي قلبة بلاستيك وجبنا عصيون الشيش طوو هنحط واحدة في النص تكون اطول وبعد كده بقى ننزل واحد سانتي عن كل واحدة يعني كل اتنين من الجناب هتكون اقل واحد سانتي عن اللي بعدها بحيث ان هي تبقى نازلة زي مسلس كده من الجنب ده ومن الجنب ده وبعد كده جبت خيط الخيش وبعد كده هلفه على العلبة البلاستيك بالشكل ده زي ما قلتلكو ان البلاستيك ما نسخنش الشمع قوي عشان ما يسيحش البلاستيك وبعد كده جبنا خيط الخيش وهلفه على العصيون بتاعة الشيش طوو بالشكل ده كده هنفضل نلفها لحد ما نخلص العصيون وبعد كده غلفتها من جوة بالقماش الكارو ده وجبت شريط اللي هو الكور الصوف ده وهلزه عليه من الحرف بالشكل ده كده وكمان على الحروف من هنا وجبت وماشي الخيش ولزقت عليه كلمتين بالورق كلمة سكر وشاي بالانجليزي وهلزههم هنا في النص كده وده الشكل النهائي اه تمنى يكون الفيديو عجبكم لو عجبكم ما تنسوش اللايك وشاي